اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة راهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هو الدعم الاول للعمل التشراعي والارتقاء بدوره بما يرتقي بالوطن ويحقق تطلعات المواطني مبينا ان مضامين الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته لدى افتتاح دور الانعقاد العاد الثاني من الفصل التشراعي الخامس حددت اولويات السلطة التشراعية وبينت دورها الاساسي في التعامل مع مختلف التحديات التي تمر بها المملكة مع تعزيز اوجه التعاون والتنسيق القائم مع السلطة التنفيذية لتحقيق المصلحة العامة جاء ذلك لدى تشرف معالي رئيس مجلس الشورى وعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بلقاء جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه لتسليم جلالته رد المجلس على الخطاب السامي حيث اعرب معاليه عن عظيم شكره وتقديره وعضاء المجلس لما يوليه جلالته من اهتمام للدور التشراعي الذي يطلع به مجلس الشورى مبينا ان اهتمام جلالته ودعمه لعمل المجلس يمثل حافزا للبناء على ما تحقق من انجازات ومكتسبات تشراعية متعددة على مدار الفصول التشراعية الماضية وبما يرسخ تطلعات القيادة الحكيمة لتعزيز دولة المؤسسات والقانون واكد معاليه مواصلة الجهود والمساعي الرامية لترجمة التوجيهات وتطلعات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي لجلالة العاهل المفدى حفظه الله الى تشريعات وقوانين لتحقيق التقدم المنشود في مختلف المجلات مبينا ان الدور التشراعي لمجلس الشورى سيبقى دائما داعما ومساندا لتوجيهات جلالته ومشروعه الاصلاحي بما يعزز مسيرة العمل الديمقراطي في المملكة ويرتقي بالوطن والمواطنين ويضمن تحقيق المزيد من الانجازات على مختلف الصعود اشتركوا في القناة